سيد مسلماني إلى أي مدى ترى بأن هناك صلة أو ربط كبير بين مقاربة أمريكا للملف اليمني والاتفاق النووي الإيراني؟ هذا سؤال في محله في الواقع وهو السؤال الأخطر في هذه اللحظة في تقديري يجب أن لا ننسى البديهيات فيما يجري في هذه الأزمة البديهية الأولى أن الحسيين بغض النظر عن تصنفهم أمريكيين وعظم تصنفهم هم جماعة دينية متطرفة تخوض حربا بالوكالة في المنطقة الأخطر جيوسيا في شرق العالم البديهية الثانية أن هؤلاء يعملون لصالح دولة أجنبية هي إيران التي تعز التطرف في المنطقة وتهدف إلى إثارة الفوضى والحروب المذهبية في هذه المنطقة والبديهية الثالثة أن الحسيين هم الذين قاموا بالانقلاب عام 2014 واحتلال صنعاء والإطاحة بالحكومة الشرعية ثم البديهية الرابعة أن هذه الجامعة لا تريد أن تصل إلى حل سياسي ولا الحفاظ على الدولة اليمنية ولا استقرار منطقة للأسف الشيء أن الإدارة الأمريكية تختزل الأمر كله فيما يتعلق بملف النووي إيران ليست فقط ملفا نوويا إيران تحمل إيديولوجيا هذه الإيديولوجيا ولاية الفقية هذه الإيديولوجيا دموية هذه الإيديولوجيا أصفرت عن قتل الكثيرين وإصابة الكثيرين وتخريب مناطق شاسعة في العالم العربي لا يجب أن يكون الحل متعلقا بمشكلة تقنية تتعلق بتخسيب اليورانيوم الأمر ليس درجة نقاء تخسيب اليورانيوم وإنما إلى أي مدى يستمر هذا المشروع المتطرف التدميري والتخريب للمنطقة اختزال القضية اليمنية في إيران ثم اختزال القضية الإيرانية في الاتفاق النووي هذا يخالف البديهيات والحقائق وهذا أكبر خطأ يمكن أن تقع فيه الإدارة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر